وأنضم إلينا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية لمزيد من التحليل دكتور إكرام يعني تقديراتك لما يمكن أن يقول إليه مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة الحقيقة يعني إحنا ممكن ننظر إلى هذا المقترح باعتباره يمثل شيء إيجابي حقيقة وخصوصا القرار صدر من مجلس الأمن عقب عدة مرات أخفق فيها مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن غزة نتيجة الاستخدام الفيتو الأمريكي في هذه المرة المقترح كان في الأصل مقترح أمريكي ونعاوز أقول أن التوقيت له دلال يعني هذا القرار الذي صدر من مجلس الأمن بيأتي بعد فترة قصيرة من مقترحات الرئيس الأمريكي في فترة سابقة بيحدث أيضا بعد يعني بيتضمن نقاط إيجابية يعني من وقت مجلس الأمن على قرار خاص في غزة وإيقاف إطلاق النار ادخال المساعدات الإنسانية عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم انسحاب إسرائيل من المناطق المهو كل دي تعتبر نقاط إيجابية ونقطة إيجابية أخرى أيضا هي موافقة حماس يعني كانت دايما إسرائيل بتعرقل الوصول إلى حل وابطبع المسؤولية على حماس في هذه المرة نحن نرى أن حماس حماس أدخلت تعديلات طفيفة كما قيل نعم هي تعديلات طفيفة ربما تتعلق بفترات زمنية أو بأماكن الانسحاب يعني أنا في تأديري أن لو صدقت النواية في الوصول إلى حل فهذه التعديلات الطفيفة التي قامت بها حماس لا تستحق أن يهدم القرار بأكبر القرار بيتضمن نقاط إيجابية الحقيقة سواء للجانب الفلسطيني أو للجانب الإسرائيلي إذن أنت لا ترى أن الحديث عن خطة ما بعد الحرب الآن ألا ترى أنها مازالت سابقة لأوانها؟ يعني هو في جميع الأحوال لا بد أن تكون هناك خطة لما بعد الحرب أو ما يطلق عليها اليوم التاني اليوم التاني لإيقاف القتال اليوم التاني للوصول إلى إنهاء هذه الحرب التي استمرت أكثر من 8 أشهر ونعاوز أقول هنا أننا نستطيع أن نتحدث أيضا عن اليوم التاني في إسرائيل يعني أن بمجرد الوصول إلى حل فإن هذه الحكومة الإسرائيلية ستكون على المحك وعلى الأرجح سيتم إجراء انتخابات مبكرة وده نتيجة الاعتراض بيأتي من الداخل الإسرائيلي صواء من الرأي العام الإسرائيلي إضافة إلى صراعات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها واستقالات إذن هناك عيوم تاني في الجانب الخلسطيني وهناك عيوم تاني في الجانب الإسرائيل دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية كنت معنا هاتفين شكرا جزيلا لك